موضوعنا الأساسي اليوم الزيتون وكمان الزيتون هو يعني بيلبق مع أي صفرة وبتعرفوا أن احنا صفرة لبنانية صحن الزيتون ضروري في كتير تتبيلات للزيتون ولكن مكتوس الزيتون هي شغلة عظيمة عظيمة كنت دقتها مرة بالبقع بالفرزل يمكن ما بعرف نفسي أي حلقة وقتها دقناها كانت ممتازة بدأت خبرنا دلع عن طريقتين للزيتون هيدا الزيتون منقع نحنا منحوشو ومنرسو مصبوط ومنسحب منو النوا يعني البزرة ممنوع يكون ولا بزرة منحطو بجات مثل هيدا مثلا نقول شوي منحط منو ملح الخشن ومنصير ننصفو على مدة ثلاثة أيام ومنروحو منيجي يعني مسلا شو ثلاث مرات بنهار منقلبوهم هيدا الملح بيسحب منو المي منصير نلاقي بكعبة مي منسحب المي كله كل يوم منصفيهم من المي ثلاثة أيام بعد ثلاثة أيام منجيب الفلايف اللي ملونة منجيب الجزر كمان منحطن معن وكمان منحط زيتون عليهم ومنننصفن لمدة عشر تيام وعملياتهم طويلة لحتالي تصير الزيتونة طرية طرية نحنا منقول مكدوس البتنجان مكدوس الزيتون بدي يصير طري يعني عم تاكله في عنا هيدا الحر اللي منقطفو من الجنينة هيدا الحر نحنا منقصو بس كنت حتى سكيني هون عفوا هيدا الحر نحنا منقطفو منشيرو هيك ومن وقعو من وقعو من وقعو من غزو من غزو هيك بل قطعن لحديثة لدل عدقتن هلق للزيتونات مع انه قالت شالت منه المي وكزا وقال الاخرية ولكن طعمات يلي فيهم طعمات ممتازة يعني اخدين من الفلايف اللي اخدين من الجزر وطبعا هيدا طعمة الملوحة الممتازة يعني هاي بيعطي نكه الجوز مع هيدا الأكلات طري سهل المضغ يعني بيعطي طعمي طيبة غير اللوز اللوز قاصة صح نخلطهم مظبوط من بعد ما نكون هولي عاملينهم عشر تيجان ومنحطهم بالمرتبان منحطهم بالمرتبان هيك هيدا مع الخضرة اوك هيدا المكدوس يعني مكدوس الزيتون مع الخضرة هيدا مكدوس الزيتون مع الخضار لكان فرقة عن الحلقة اللي عملناها زحلة اظنها هيدا منكبسهم هيك نكبس منيح هيك منحط مي تقريبا شو شوي والباقي زيت زيتون المي ليه؟ المي بيحفظن وضروري بش هين يدل يعطيهم طراوة لأنه ما فينا نحط كله زيت منحط هيك مي هلقا شوي خلص خلص بزيادة اه نقطة ولا شيء يعني ثلاثة بالمية اتنام بالمية منها نحن نحط شوية مي والباقي زيت الزيتون نضليها هيك يغمرة ممنوع يدل منه نمبين ولا شوي لأنه مثل هاي الزيت بيحفظ الخضرة صح بيعفنه بيعفن لأنه هيدا في قلبه مال صحيح وبدايين السنة للسنة ألف مبلوك والطريقة الثانية الزيتون هيدا الزيتون ما منحط له خضرة بس ملح ملح خشن ومندلنا نصفه لمدة عشرة ايام منحط معه خرطات حامض منشيله لأنه هول الحامض بعفن منحطهم هيك بيكونوا هني هوا كمان هوا منحط فأمنون جوز جوز بنكتر وفينا نستخدم معه كمان فصق العبيد مندقه والفلايفلي شيء كتير مهم معه بتحطها هيك بتعصرها منيح 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 وإذا كانت حامرة بيكون أكتر أفضل هاي دي كمان منحط الفلايفلي معه هيك كمية هولي بزيته كمان منخلطه منيح كمان منجيب المرتبان خلينا ندوق خلطات سحرية لاندلع اوكي مشاهدين هوا دي هلأ خلص نحن بعدهم نش يعني معشقين مصبوط بالزيت فيك تبرمه هيك بزيت ايوه كلينكس لقمي خالصة مخلصة فيها كل عناصر لالي بحب الرمان بحب الجوز يعني اللي عم جاربت قلنا يا دلع هلا انو فيها هي عم تعمل بيزوقة تحط بهاللبنة المكعصة اللي ما تكون لبنة لحال عم تحط هايدي التتبيلي كل تتبيلي شكل اول مرة بعرف انو التتبيلي او اول مرة بشوف انو في تتبيلي من جواتها مش من براتها اجمال ان احنا معوادين نشوف بيكونوا لبسينهم كتير طيبة كتير ممتازة بنصحكم فيها وانا مغمد عيوني انو رمان وجوز هايدي مع حبة البراكي والسمسم هاي بعرفها ديقة قبل ولا بنتك منيحة صاحب بعد ما تدوقي هايدي قدنا هي طيبة عسي هايدي ناش فيها عارضي انا بس فيها سمسم وحبة البركي هايدي فيه محشيدي جوز هايدي جوز ووفلايف لتخليق ولا لا؟ ايوة 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 سلم ديتك صاحة وهنا ممتاز صاحة وهنا صاحة وهنا هايدي خلطة رهيبة جوز والرمان ايو خلطة رهيبة طيبة كتير صاحة وهنا صاحة وهنا اخر شغلة من عندوقة مكدوس الزيتون مكدوس الزيتون نا بدك وفي عنا عفوان المربى النجاس اللي هايدي عملته جديد المحشي جوز مربى النجاس ها لنجاس ها لنجاس ها لنجاس زيتون انا بحبه كتير كيف ازا كان هالقد مضاف لالو شكلات اسمعوا مكدوس الزيتون حفظوا هايدي كتير منيح احنا تأخرنا ها الحدوط كرمالك مربى النجاس انا مبسوطة فيدو دلع ده عمضل نعيطلك كده تمام تمام دوق مربى الكاراز الاسور خلاص سوي خلاص خلاص اعطي قلتك بديك الدوين صحا ياريت معنا وقت اكتر صراحة تستاهل ندوق كتير شغلات من عند دلع سلم دياتك دلع الله يوفقك يعني وهيك تاخد على قد شغلك وعلى قد تعب شكرا 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 لانه طعماته ممتازة عندك ايها وبالاخر بدي اشكر سوسو مزبوطة يلي اليوم ازا بدكن هي هندسة الحلقة وصعدتنا بتحضيرها كل الشكر لالكسوسو وهادي مش اول مرة دايما بتساعدينها وكمان بدي اقول لثلاثة من الفريق العمل بالي المية نحنا بنحب بعض هون فريق العمل صحبي كتير مع بعض وشان هيك بقول دايما المواجباتي انه غير انه نشكر الجميع كمان نعيد الجميع على عيد ميلادهم بدي بلش بي عبدالله غاوي على المصور الفاذ يعني عبدالله هو بدوق اكتر مني اكتر ما انا بدوق وبيعرف عشوية اكتر مني يمكن ومش عشوية اكيد بيعرف اكتر مني عبدالله عنده خبرة مع البرية وهيك دايما يعني بيتعبني قد ما يعني بدنا نقل له عقبال المية وشكرا على كل الجهود محمود شهاب المخرج كمان بدنا نقل له عقبال المية كلنا بعشرة عشرة والتالت هو انا كان عيد ميلادي بدي اقول له الي عقبال المية مشاهدينا ان شاء الله تكون هايدي الحلقة عجبتكن وهيك تركت بصمي عندكن انا رقي حلقة من الحلقات المهمة جدا موسيقى